بعثاً لفرق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديد وخلال برقية التهنئة أكد وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة يقتدون بالنبي الكريم في الصدق والإخلاص والتفاني فيما يحملونه من مهام ومسؤوليات وطنية لتظل القوات المسلحة الدرع القوية الذي يحمي الوطن والحصن المنيع الذي يصون الشعب ومقدساته كما بعث الفرق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد وبعث وزير الدفاع ببرقيات تهنئة لكل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي وذلك بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتي الجمهورية كما أصدر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة